السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة مطبخ المغربية واللي ممكن اقترح عليكم بخاليني منزلي بطريقة سهلة مبسطة جدا ما تحتاجوش تشيريه الوقيت اللي تحتاجوك تنوضوك تصيبوه الراسكم وكي تقام عليكم مرخيص بزاف ميتين جرام ديال اللوز غادي ديننا 400 جرام ديال بخاليني بسم الله على بركة الله هنا محتاجة ميتين جرام ديال السكر الابيض ليزد لها كاس اللي ربع ديال الماء وعلى عافية اللي كاتكون مهيلة فأنا كنأكد عليها العافية خاصة تكون مه باش ما كيتحرق ليكم اه السكر اولا كيرجع ليكم كراميل غادي نخليوه تقريبا واحد زوج حتى الثلاثة ديال دقايق ومبعد كان نتقاو نحركوه باستمرار حتى كدوب ديك سنيدة تماما كرجع عدنا بحال شكل ديال السيرو اللي كان نسقيو به الاسبوزة او البقلاوة ما كنخليوش يرجع كراميل وانما غير كدوب ديك السنيدة وكيبدال اللون يتبدل بحال هاتشكل صافي وكنزيدو عليه اللوز غادي نزيد ميتين جرام ديال اللوز اللي كيكون خضر ما محمرش غايم سحتوه بواحد الزيف اللي كيكون نقي على حسب ديك الغبرة اللي كاتكون فيه ومن بعد غادي نحاول اللبسوه مزيان في هاد نبسوه مزيان بهاد السيرو هادا صافي يكلب بسوه مزيان وكنخليوه كيطيب تقريبا واحد ثلاثة ديال دقايق على عافية اللي كتكون مهيلة بزاف باش ما كيتحرق ليكمش اللوز بسرعة وهو مازال ما تعسل طريقة سهلة مبسطة جدا وكيف ما كتعرفوه بخاليني شوية تمنديل مرتفع فغادي تصيبوه في البيت وكيبقى معاكم دائما الوقات اللي كتحتاجوه را كتجبدوه كتستعمله كنديروه في فصلي طارد كنديروه في معلي كيك كنصيبوه به بعض الانواع الحلويات الباردة كذلك ممكن انا كنت تعمروه في الكرواسو مع الشوكولة كيعطيه واحد الماداق راها رائع جدا كنديروه في بزاف الحوايج اللي كيعطيه واحد الماداق زوين بزاف هنا كيف ما كتشوفوه فالسكره تصكر لينا فماشي مشكل ما تخافوش لينا كيو اللي كيدوب غير ينقسوه العافية وخليوه من بعد كيف ما كتشوفوه را بدك يدوب كنحاولو ذاك السكر مع الجناب الردوه الوسط وكنخليو اللوز دينا كيتحمر في ذاك الكراميل مزيان غير ما تدوزولوش طياب ما يتحرق ليكومش لانا فاشغا قنطحنوه كيعطيه واحد الماداق للمرورة فحاولو تشوفو اللوز غي بدك يطيب ليكوم او بدك يتحمر صافي كتحيدوه هنا تقريبا دست عندي واحد خمسة ديال دقايق كان بقاو نستمرو في تحريك دائما ما كانوا وقفوش ومبعد كي يرجع لنا بحالة شكل هادا كي ذاك اللوز كيتحمر وكيرجع بحال شكل النوغا صافي هنا رواجد ما نخليوش يطيب بزاف حتى كيتحرق لينا غير كنشوفو الكراميل رجع بحالة شكل صافي كنحيدوه هنا كنجيب واحد البابي كويسون او لا اي حاجة كنت عندكم او لا هدي كتا السيليكون اللي كنسرح بها العجينة لأي حاجة كنت عندكم وباقي الخالد ديالنا سخون كنحطوه فقلو البابي كويسون فانا كنت عندي هنا كمية قليلة كنت عنكم كمية كثيرة غادي تسرحوها على البابي كويسون كاملة انا قدرت معكم واي ميتين كرام صافي كنحطوها وكنحاولو نسرحوها وغادي نخليوه تقريبا واحد اه نص ساعة او لا ساعة او لجو سوايع حتى كي يبست هماما كرجع عندنا بحال شكل ديال النوغا هنا من بعد ما دست عندي تقريبا ساعة ارجع عندي بحالة شكل هادا بحال النوغا ما شاء الله اه اللوز ارجع محمر ورجع غزال كيف ما كتشوفوه من الدخل ما خاصوش يكون كحل او لبوني بزاف باش ما يكيعطيكمش ذاك الماداق اه مر اخاصوه يطبغير شوية يعني غيك يتحمر من بعد غادي نحاول نهرسو بدلاك باش فتحانا مين دينو فتحانا بيتتحان بسرعة كنديرو هاكا في القنت وغادي نحاول بدلاك نهرسو غير بشوية او لنهرمشو إلا كتعديكم كمية كتيرة فغادي تديرون نص وطبيعة الحال حتى تسالي وديرون نص الاخر فانا ادرت معاكم ميتين جرام باش تشوفوا معايا كمية قليلة وره ما شاء الله ميتين جرام ديال اللوز راكت تعطينا 400 جرام ديال بخاليني وكتدروها في شي قرعا وتخليوها عندكم في البيت كيف ما غتشوفوا معايا في اخير الفيديو إذا كتبقى معاكم دائما الوقت اللي كتحتاجوه كتستعملوه ممكن تدهنو بهتا الخبز وممكن أنا كنت خلطوه مع الشوكولة شوكولة ديال الدهن الخبز وممكن تضيدو علي زيت الزيتون او زيت ارغان كرعا بحال شكل ديال املو ما دقي يكون رائع فيه هنا مبعد ما اهرسته بالدلاك غير بشي سهل علي ينطحنوه كنديرو حال الكمية اللي قليلة في الطحانة وكان يطحنوه مزيان أنا عندي هاتطحنة صغيرة فقيت كندير كمية قليلة إذا كنت عندكم طحانة كبيرة او كان عندكم ترمو مكس سيسهل عليكم كان يطحنوه مزيان حتى يرجع كيف ما اذكرت بحال الشكل ديال املو تماما كرد الجناب الوسط وكان عاود نطحن مزيان طريقته السهلة ورا سريع في التحضير يعني ما كياخدش معاكم الوقت بزاف فاش كتعسلوه او لا كيطب اللوز كتخليو ديك السويعة وبعد كترجو عندو كتطحنوها وواجد عندكم احسن من انكو تشيريو كيتقام غالي شوية كيكون التمديلو مرتفع وشي حاجة هكا علي يديكم وعارفين شنو فيها وشنو باش صيبتوها احسن ورا هدي ما رائع عندكم في البيت كيف ما كتشوفو تاك يرجع عندنا بحالة شكل طفي انا غدي استمرها كتنكمل الكمية اللي عندي هدا هو البخاليني ديالنا هنا غدي نديرو في قرعة ديال الزاج انا كنحتفظ به في القرعة ديال الزاج كيبقى معايا واحد المدة طويلة غدي نوزنها الاول باش تشوفوا معايا ميتين جرام ديال لوش حال خرجتنا فكيف ما كتشوفوا معايا ميزان كان صيفر من بعد غدي نعمر القرعة طبيعة الحال القرعة كتكون نقية وكتكون ناشفة ما كيكونش فيها لما نهائيا باش ما كتلق لكم مش ريحة ديال الغمال او لا شي حاجة وغدي نعمروا القرعة ديالنا من بعض غدي نوزنوها اعطتني تقريبا ربعمية جرام قلة شي جرامات يعني ما شاء الله راك يعطي واحد الكيمية اعطتني هنا تلتمية وتسعد وتسعين جرام فما شاء الله كيمية اللي لمشي دو تشيريوها غا تقام عليكم غالية وماشي نفس الماداق هذا كيكون احسن ليك يتبع الماداق ديالو ما كيكون شو زوين فهذا كيكون الماداق ديالو رائع جدا انا لا يديكم شي حاجة لنقيا وعارفين شنو فيها الفيديو القادم ان شاء الله غني صيبوه به طارد اللي كجرائع جدا دخليتكم على خير نطلق ان شاء الله فيديو قادم شكرا لكم للمتابعة والسلام عليكم